ثانيا في نفس المورد ثانيا ذكر انهزام عماد الدين زنكي من العسكر البدري قال ابن الأثير لما عاد العسكر البدري لما عاد العسكر البدري أي عسكر لؤلؤ عسكر بدر الدين لما عاد العسكر البدري من حصار العمادية وبها زنكي كما ذكرناه والكلام لابن الأثير يقول قوية نفسه أي نفس زنكي وفارقها فارق العمادية وعاد إلى قلعة العقر التي له ليتسلط على أعمال الموصل بالصحراء فإن بلد الجبل كان قد فرغ منه وأمده مظفر الدين بطائفة كثيرة من العسكر فلما اتصل الخبر ببدر الدين لؤلؤ سير طائفة من عسكره إلى أطراف بلد الموصل يحمونها فأقاموا على أربعة فراسخ من الموصل ثم إنهم اتفقوا بينهم على المسير إلى زنكي وهو عند العقر في عسكره ومحاربته ففعلوا ذلك ولم يأخذوا أمر بدر الدين بل أعلموه بمسيرهم جريدة ليس معهم إلا سلاحهم ودواب يقاتلون عليها فساروا ليلتهم وصبحوا زنكي لأربع بقين من المحرم من سنة 616 هجري فالتقوا واقتتلوا تحت العقر وعظم الخطب بينهم فأنزل الله نصره على العسكر البدري فانهزم عماد الدين وعسكره وسار إلى أربل منهزمة وعاد العسكر البدري إلى منزلته التي كان بها أقول إذا كان عسكر البدري قد عادوا إلى مواقعهم وكان القتال قرب قلعة العقر فلماذا أنهزم فلماذا أنهزم زنكي إلى أربل ولم يصعد إلى قلعة العقر فهل هذا واقع ما حصل أو أنه من أسلوب ابن الأثير في تمجيد الزنكيين وأمرائهم على كل حال وتمجيد من يميل إليهم من الزنكيين وأمرائهم على كل حال وتمجيد من يتحالف معهم من الأيوبين وغير الأيوبين على كل حال وهنا ميله وهواه مع صاحب الموصل الزنكي الطفل المريض أو الصبي المريض إن كان حيا ومع وصيه المتسلط على كل الأمور لؤلؤ بدر الدين إنه